السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنحل مع بعض الآن السؤال النصي سؤال ثلاثة يبدو مرين ومسائل سؤال ثلاثة من درس مساحة المضلة من أنك تكون حلية وهلأ تأكد من حلك رسم مهندس مخطط لنافذة كما يلي في الشكل المجاور احسب مساحتها الآن نتذكر مع بعض شايف هاي الشحطات أو الإشارات هاي اسمنا إشارات التماثل يعني وما بلاقي زيها بكون طول الضلع بسوي طيب هلأ نيجي مع بعض وننتبه كتير منيح هلأ هون هاي الشحطة مع هاي الشحطة بدي أحكي كلام هاي شحطة وشحطة هاي الشحطة تسوي هاي الشحطة إذن هذا خمسين هاي الشحطة بتدلع طوله العرض تدلع على عرض أنا عندي هذا الضلع جايب بالعرض إذن هذا عرضه خمسين إذن هاي من هنا كم هتكون خمسين سانتيمتر أكيد قبل ما بلش أحسن مساحات رح أبلش أقسم الأشكال رح نقسم هذا الشكل إلى شكلين شكل أول وشكل تاني واتفعنا كل ما قللنا عدد الأشكال كل ما كان أحسن وأسهل إذن هذا الشكل الأول هذا الشكل التاني واتفعنا إنه هاي طولها بالعرض خمسين إذن هاي هيك خمسين سانتيمتر هاي أربعين شكل الأول طوله أربعين سانتيمتر إذن برضه طوله من الناحية التانية أربعين سانتيمتر كل ضلعين متقابلا متساويا تمانين سانتيمتر اللي قبالها الضلع المقابل لها هيكون تمانين سانتيمتر طب شو رأيك نحسبه العرض مش شو رأيك لازم نحسب عرضه الشكل التاني ليه علشان نقدر أحسب مساحته كم عرضه العرض نفس عرض الضرع المقابل إله طب نيجي للضرع المقابل عندي خمسين وعندي أربعين وعندي مية وعندي خمسين ما إلي دخل عزيزي الطالب بالطول إلي دخل بالعرض طلع على الأسهم يلي جاي بالعرض إذن خمسين زائد مية زائد خمسين هدول اللي بالعرض أما الأربعين هاجة بالطول فما بتفيدني أنا بدي عرض الشكل التاني لأن الحساب عرض الشكل التاني هو هذا الخط الأفوقي اللي هو خمسين ومية وخمسين اسقطهم بالضبط اسقطهم وعملهم اسقاط زيك مية وخمسين وخمسين نحسبهم خمسين زائد مية زائد خمسين معطيني ميتين سنتيمتر إذن هلا نبلش نحسب مساحات مساحة الشكل الأول الشكل الأول عبارة عن شكل هندسي طوله هو أربعين وعرضه مية هو إذن مستطيل شو قانون مساحة المستطيل الطول ضرب العرض؟ كم طوله أنا؟ أربعين ضرب مية أبيعطيني برز الأصفار ثلاث أصفار وأربع ضرب واحد أربع إذن أربع تلاف سنتيمتر مربع إذن منحكي عن مساحة إذن وحدة تربية مساحة الشكل التاني اللي هو طوله تمانين وعرضه ميتين الطول لا يساوي العرض إذن هذا من مستطيل ولا مربع؟ مستطيل إذن مساحة الشكل التاني هو مساحة المستطيل ويساوي طول ضرب العرض كم طوله؟ طوله تمانين إذن ثمانين ضرب كم عرضه؟ عرضه ميتين إذن ما حسبنا مني شوي بنزل أصفار ثلاث أصفار ثمانين ضرب ثلاث أصفار إذن ستاشر ألف سنتيمتر مربع هل هون خلص الحل؟ لا هون ما خلص لنا الحل بدأ أجمع مساحة الشكل الأول ومساحة الشكل التاني عشان أحسب مساحة الشكلين ويعطيني مساحة المضلع كم مساحة الشكل الأول؟ أربع تلاف كم مساحة الشكل التاني؟ ستعشر ألف إذن مساحة المضلع بالسوى مساحة الشكل الأول زي المساحة الشكل التاني اللي نفسها 4000 زائد 16000 وبعطيني 20000 سنتيمتر شو مربع ممتازة أني بحكي عن مساحة تأكد من حلك ونروح حلالة للسؤال الرابع المفروض أنك هلأ حالي الأسئلة سؤال أربعة نقش رسام تصميماً على قطعة خشبية لتزيين مواجهة قاعة في فندق هاي القاعة كتير كبيرة ويوضح المخطط المجاور شكل القطعة الخشبية اللي تستعملها الرسام إذن هذه هي شكل القطعة الخشبية يلي رح نقش هالرسام إذا كانت تكلفة المتر المربع الواحد من القطعة الخشبية 20 دينار وأجلت الرسام 1000 دينار فما تكلفة للقطعة تخيل السؤال أنا عندي هاي القطعة الخشبية الكبيرة يلي مقاسة بالأمتار يلي بده ينقشها بس يخلصناش بدي يحاسبني حق الخشب كل متر مربع 20 دينار كل متر يعني إذا كانت متر واحد مستحي تكون متر واحد إنه لأبعاد كتير كبيرة هيدفع 20 إذا كانت مترين مربعين مترين مربع هيحاسب 20 و20 20 ضرب 2 وهكذا إذن لازم أحسب المساحة عشان أقدر أعرف قديش بدي مساحة من الخشب وبعدين بعد ما أخلص حسام مساحة بدي أضيف أجرة إيد هالرسام اللي هي ألف دينار طيب أول خطوة بدي أقسم الشكل كما يلي طبعا ممكن أنت تأسموه بشكل تاني يعطيك نفس الحل برضو بس كل ما قللنا عدد الأشكال كل ما كان حلي أسهل وأضق طيب عزيزي الطالب هون أنا عندي إشارات التماثل هدولة ثلاث شحطات مع الثلاث شحطات أو ثلاث خطوط مع ثلاث خطوط إذن هذا طوله أربعة الطول هنا الثلاث خطوط إذن هاي أربعة متر إذن هاي أنا عندي شكل أول شكل الثاني شكل الثلاث هلأ بدي أحسيكي عن خطوط التماثل هدولة الثلاثة مع هدولة الثلاثة وهدولة الثنين مع هدولة الثنين وهذا الخط مع هذا الخط طيب ثلاثة مع الثلاثة إذن أربعة مع أربعة متر والخطين مع الخطين إذن خمسة متر مع خمسة متر والخط الواحد مع الخط الواحد 2 متر إذن هنا كم؟ 2 متر طيب عزيزي الطالب نشوف الأضلاع يلي مجهولة الطول إذن هذا الشكل الأول طوله 4 وعرضه 5 خلص أبعاده جاهزة الشكل الثالث طوله كم؟ مش نبين معي هدو اللغطوط أنا رسمتهم بس هلأ لازم أنت توجدهم الشكل الثاني نبين هذا 5 وهذا 4 طوله 4 وعرضه 5 نجي على الشكل الثالث الشكل الثالث بدي أستعين بالأطوال المقابل إله هذا الضلع المقابل إله بالطول مو مبين معي طيب بدي أستعين باللي قباله من كامل هون أو من هون هذا الضلع قباله كم؟ طوله كامل 4 ما أخد منه كامل من هون 2 إذن قديش بيصفي معي الفرق بين الطويل هاد للأصير هاد 2 إذن من هون عندي 2 و 2 من هون كم يصفي عندي؟ 4 إذن أول طول الضلع حيكون عندي هون 2 متر واللقباله كمان 2 طيب ما خطر ببالك هيك خطر ببالك إن هذا طول الضلع بدك تقارنه مع اللقباله هاد هذا اللقباله 4 وما أخد منه كم؟ 2 بالطول قدي بيضل 2 عشان يصير 2 زي 2 بيعطيني 4 بيصير كل ضلعين متقابلين متساوياً طيب نيجي على عرضه عرضه 8 كامل الشكل 8 وهنا 5 هاي ما يقولها جاهزة نيجي هون العرض 8 عشان أعرف المجهول هاد 8 وين في فوقه عرض؟ هذا المجهول مع عرضه هاد هذا 5 قلنا عنه 5 من وين عرفتها؟ عرفتها إنها هاي خطين تماثر وخطين تماثر إذن 5 وخمسة صار عند خطين تماثر إذن 8 بدي أخد منها 5 عشان أشوف الفرق بينها أشوف هذا قدي 8 ناقص 5 كان بيعطيني 3 10 1 حتى أن disay up 3 وخمسة 3 مع الخطين juste 3 12 13 3 وم whoa exactly because 3 15 3 د Located 3 25 15 26 28 30 27 31 37 31 32 طوله أربعة عرضه خمسة خمسة ضرب أربعة إذن عشرين متر مربع هاي مساحته مساحة الشكل الثاني طوله أربعة عرضه خمسة إذن أربعة ضرب خمسة بيعطيني كمان عشرين متر مربع مساحة الشكل الثالث طوله اثنين وعرضه ثلاث إذن اثنين ضرب ثلاثة بيعطيني ستة متر مربع مساحة المضلعة كاملاً مساحة الشكل الأول زائد مساحة الشكل الثاني زائد مساحة الشكل الثالث ويعطيني 20 زائد 20 زائد 6 متر مربع اللي هي 46 متر مربع التكلفة هلأ كل متر مربع على 20 دينار أنا أكمن متر مربع عندي 46 إذن 20 دينار ده تتكرر 46 مرة هل معقول إني أجمع 20 دينار 46 مرة؟ أكيد لا عشان هيك بنضرب 20 ضرب 46 ويعطيني 920 دينار طب قديش تكلفة كاملة 920 دينار بدأ أضفلها 1000 دينار أجرت يد العامل إذن 920 زائد 1000 بيعطيني 1920 دينار وهيك بيكون درسنا خلص وبالتوفيق للجميع